موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم فيديو جديد لسه بتكلم على معادلات Dynamic Array الفيديو رقم 7 لو سمحت اخذ بالك المعادلات دي موجودة بس في Excel 365 او Office 365 لو شغال على A version ثاني مش هتعرف طب الامثلة دي ولكن لو سمحت اخذ فكرة لان الموضوع مهم جدا لسه متكلم على معادلة Filter اتكلم معنا هالمرة اللي فاتت المرة دي مثال عملي هنشوف ازاي ممكن اعمل بحث عن نص ولكن بثلاث اساليب مختلفة اول واحدة بحث بالزبط الحاجة التانية بحث عن طريق يحتوي على والثالثة يبدأ بي هنستخدم معنا شوية معادلات من المعادلات اللي كنا عارفينها زي search و indirect و is number و lift تعال نشوف المثال بتاعنا شكل و عامل ازاي بالزبط على ال Excel اللي عايزين نطبقه النهاردة المثال عايزين نعمله زي ما انت شايف على الشمال عندي data base صغيرة فيها اسامي الموظفين و رقم القديم بتاعهم و العنوان و hiring date و عايز اعمل بحث يا اما بال full name او بالاسم او بالعنوان او ال address و عندي هنا زي ما انت شايف زي لوحة التحكم صغيرة كده انت محتاج تعمل search في انهو فيلد عايز تدور على full name ممكن من drop down اقول له انا عايز ال address و العكس بالعكس كمان ال search mode زي ما اتفقنا انا عايز بالزبط ولا عايز يحتوي على ولا عايز و يبدأ بي و اقدر اختارها من drop down هنا تعال نجرب اول حاجة full name هنا بحط ال input بتاعي بضور على واحد اسمه كامل مورسي هو الاسم موجود عندي جاب لي ال record بتاعه بالكامل ادي معدد فلتر طب افرد عايز اجرب بعد كده حاجة زي بدل exact اقول له contains تعال ندور على حاجة زي مثلا حد يكون اسمه عمر فجاب لي اهو اربع اسامي اتنين عمر موجودة في الاول ك first name و اتنين عمر موجود last name عشان انا بس قلت له يحتوي على لو غيرتها و خلتها start with هيجيب لي بس الناس first name بتاعهم اللي اسمه عمر اقدر من هنا طبعا اغير اقول له سمحت اعمل search على ال address طبعا ما عادش عمل اسمه عمر لكن هنا لو دورت مثلا على start with مثلا قلت له انا عايز ودست enter جاب لي كل الناس اللي في الدقي اللي في محافظة الجيزة لو انت عايز حاجة زي يحتوي على و جيت مثلا هنا قلت له contains و قلت له a h مثلا ودست enter جاب لي الناس اللي في بحري واللي في المنتزة واللي في مبابة كل دي تحتوي على a h في مكان ما جوه تاكست ده وجاب لي كل الناس اللي عنوانهم في الحرفين ال a وال h انا مجاهز data بتاعتي زي ما انت شايف في الاكس اللي عندي هنا الاختيارات قدر اختار عطول drop down جاهزة جايب data منين جايبها من مجموعة data العليمين هنا كمان drop down دي كمان جاهزة ممكن اختار منها عن طريق الثلاثة cells اللي موجودين هنا ولكن من ديوم ترقيم واحد اتنين ثلاثة اكواد و لما بختار هنا زي ما بعمل مثلا اختارت هنا exact هتلاقي الواحد و كتاب لي عليمين هنا واحد هحتاجها بعد كده احنا شغالين لو غيرت الاختيار بتاخد contains هكتب لي هنا اتنين معمولة عن طريق معادة و طبعا هنا drop down معمولة عن طريق data validation لو عايز تفهم ال x look up في فيديو كنا عاملينه فيديو رقم خمسة في نفس السنة دي بيتكلم على ال x look up و هتلاقي اللينك بتاعه موجود فوق دلوقتي تعال نبدأ يلا على طول انا محتاج اول حاجة اعمل بحث جوه الفول نيم يعني من التابل اللي موجود على الشمال ده عايز اعمل بحث على الفول نيم كمان محتاج اعمل search mode بتاعي و خليه exact يعني عايز دور على اسب بالزبط تحديدا لو عايز مثلا اطلع سامر مورسي اكتب سامر مورسي عشان تطلع لي ال record بتاعه بالكامل هنا هنعمل ده ازاي عن طريق معادلة filter ده المسال الاولاني او الجزء الاولاني ان هو ابسط جزء عن طريق معادلة filter بشكل مباشر هختار السل بتاعتي وادوس على equal وابدأ اكتب fil او الاختيار هو كلمة filter او معادلة filter هدوس tab انا محتاج ال array اول حاجة مطلوب مني ال array اللي موجودة في ال table بتاعنا على الشمال انا قردي عامل formatting لديتي على شكل table فلو افت في ال corner ده هتلاقي السهم المال تحت لو دوست عليه هيختار لك ال table بالكامل مكتوب لك هنا كلمة stuff لو عايز تتعامل مع المعادلات وانت بتشتغل على table في فيديو كنا عاملينه اسمه structure reference او بيتكلم على عناوين الاعمدة ان ما تستخدم في المعادلات وهتلاقي لينك بتاع برضه موجود دلوقتي لو تحب ترجع له كده خلصنا اول اختيار لينا هو اختيار ال array الاختيار اللي بعده محتاجين نعمل include فنعمل comma هنا بحط الشرط بتاعي انا عايز اقول له لو سمحت تدورلي على الاسم اللي موجود في search value هنا فممكن اختار ال cell بتاعت H9 وقالوا لما تلاقي دي بتساوي العمود اللي اسمه full name موجود في ال table بتاعي ممكن برضه اختار ال header حلق السهم الاسود اللي مال تحت ده لو عملت one click هيكتب لي على طول زي ما انت شايف هنا هو في formula bar كتب لي اسم table stuff وبتوين two square brackets كتب لي اسم ال column اللي هو full name بعد كده ال argument التالت اعمل كومة هيقول لي لو ملقتش اللي انت عايزه ده اعمل ايه فحلات بتاعتنا دي هقول لو سمحت اكتب لي not found لازم احطها مبين double codes بعد كده اقفل codes بتاع filter ودوس enter انا دورت على دينا عزمي دينا عزمي اسمها موجود بالكامل لايهالي فعلا وقادي الامان بتاعها وقادي تاريخ التعيين بتاعها ولو دورت علي اسم تاني بس لازم اكتبه بالزبط حيبهولي بالشكل ده طيب بتاع ناخد الموضوع خطوة لقدام انا محتاج بعد كده بدل السرش ما يبقى على الاسم عايزه يكون على العنوان طيب ازاي ممكن اعمل كده عايز لما اغير هنا واقول له لو سمحت انا عايز الادرس هو الواحده يفهم انه يبدأ يدور في العمود بتاع الادرس بدل العمود بتاع الفول نيم وهنا هنجي دور معادلة indirect طب تعاني نشوف indirect اصلا بتعمل ايه تعاني نيجي مثلا في حتة فاضية هنا مثلا ونكتب حاجة ولتكن H6 انا هكتب H6 خد بالك H6 ده عنوان الكلمة بتاعة ادرس اللي موجودة هنا H6 مكتوب فيها ادرس فانا هكتب هنا وهارجع اقف هنا في اي حتة وليكن مثلا في المكان ده وهقول له equals واكتب IN Direct تاني اختيار ربما اكتب IN وهيطلب مني تاكست محتاج تاكست تعال نديره H6 اللي احنا كانت بينها دي ونقفل القوس وندوس عمل ايه راح جاب لي value اللي موجودة في H6 يعني هو عن طريق الكلمة التاكست اللي مكتوبة هنا هو راح بدلالتها وجاب لي reference وجاب لي محتويات السل اللي اسمها H6 طب افضل انا عايز H6 دي اكتبها جوه السل نفسها مفيش مشكلة لو اخدت منها copy ودخلت بدل F4 دي وروحت اعمل هنا كده double code كتب H6 و double code تاني يعني قلت له انا عايز النص اللي اسمه H6 تحويه لي reference نفس الكلام جاب لي كلمة address طب ازاي ممكن استفيد بالكلام ده في الموضوع ده تعالى بدل كلمة H6 دي انا عايز اكتب عنوان العمود اللي اسمه address عشان اوصله ومحتاج اولا اكتب اسم table اسمه stuff وبعد كده افتح square bracket عشان احط اسم العمود وانتعالى نكتب اسم العمود اللي اسمه address A-D-R-E-S وبعدين نقفل square bracket علشان الطريق اللي بكتب بيها عنوان العمود جوه المعادلات ودوس enter زي ما انت شايف عمالي reference على العمود بالكامل طبعا عشان انا شغال في office 365 فايل array بيحصلها spell بشكل automatic زي ما حراك شايف كده طب برضو ده هيفيدني في ايه طب افرد انا محتاج بقى اخد address دي لوحدها ودخلها جوه انديرك دي اعملها ازاي مفيش مشكلة هارجع تاني جوه معادلة انديركت انا عارف ان انا عايز دايما اكتب كلمة stuff فهفتح double code واكتب كلمة stuff عشان ده اسم table فدايما انا عايز اغير ما بين ال full name وما بين ال address لكن دايما هيفضل موجودة كلمة stuff اللي هو اسم table وكمان ال square bracket الاولاني دايما هيفضل موجود وبعد كده اقفل double code طبعا لو دوست enter على كده مش هيفهم اي حاجة بس لو روحت عملت join اللي هي عن طريق end وروحت اشاورت له على H6 فقرى منها كلمة address وجيت بعد كده عملت join تاني بعد H6 وفتحت double code وقفلت square bracket علشان يفهم بالظبط ان انا محتاج عنوان جوه العمود الاسمه address اللي موجود في table الاسم مصطاف وادوس على انتر هدي نفس النتيجة بالظبط جاب لي العمود زي ما انت شايفه بتاع ال table الاسم مصطاف اللي موجود في العمود بتاع ادرس ولو روحت غيرت هنا بعد كده غيرت هنا وقلت له لو سمحت انا عايز ال full name مفيش اي مشكلة خالص لقيته هنا جاب لي كل ال full name يبقى انا معادلة indirect دي اللي عملتها جده لو خدتها ازاي ما انت شايف كده هو من غير الاكوال بتاعتها وقلت له ctrl c copy وروحت رايح جواه معادلة filter بتاعتي دي ودخلت جواها وبدل staff full name دي اللي بعمل فيها search اللي هي موجودة هنا هو وروحت حاطة معادلة indirect وروحت عامل ctrl v ودست على enter حيدي نفس النتيجة بالظبط كمان خد بالك انا محتاجها اكتر من مرة فانا عايز اعمل لها paste في الحتة دي عشان لما نحتاج لها ناخدها copy تاني و تعالى بقى نغير كان نجرب address لو اخترت هنا address هيحصل ايه؟ هيقول لي not found طبعا العمود هنا بيغير هنا قال لي not found ده فيش حد نفيش ادرس مدينة عزمي طب تعالى ندور على حاجة زي دقي وبعد كده dash جيزة انا عارف ان فيه انوان اسمه كده فانا عاملها اسم المنطقة و اسم المحافظة او اسم المدينة زي ما انت شايف جاب لي كل الناس اللي سكنة في الدقي اجيزة تعالى نرجع نغير تاني و نقول له والله انا عايز اعمل search بال full name و تعالى ندور على camyl morsi و ندوس enter جاب لك camyl morsi طبعا انا عارف الاسم و بكتبه بالظبط لو اي حرف غلط مش هيطلع لي القصة دي يبقى دي اول معادلة خلصت ولا هي معادلة exact عارفنا ازاي نعملها و دخلنا معها indirect تعالى ناخد copy من المعادلة دلوقتي اخد منها copy ctrl c و عند f نمبر 1 اللي فوق دي و هعمل ctrl v و سيبها كده قاعدة هنا لاني بعد شوية احتاجها دلوقتي هعدل عشان اشتغل على ال option التاني اللي هو option contains هبدأ اعدل في المعادلة دي وبعد كده هرجع اخد ثلاث معادلات من فوق و احطوهم مع بعض في معادلة واحدة و هنشوف هنعمل كده ازاي يبقى الوقتي تعالى نشوف لو انا عايز اعمل search عن طريق contains هنعمل الكلام ده ازاي ازاي ادور على كلمة من داخل التكست ده ازاي اقول له عايز عنوان يحتوي على كلمة كذا او اسم يحتوي على كلمة كذا طيب تعالى في الحالة دي بدل نجرب معادلة search طبعا search مشهورة وتعالى contains تعالى ندور مثلا على حرفين وليكن حرفين a و m طيب تعالى نجرب معادلة search هندوس equal se a اول حاجة search هنعمل tab اول حاجة تطلبها مني find text دور على text انا عايز دور على a و m within text طبعا اكيد جوه ال table طب اي مكان بقى جوه ال table اه يبقى لو خدت indirect هقدر اشتغل على طول معدول فتعالى بقى escape وتعالى نروح ناخد copy من indirect دي كل شوية احتاجها ctrl c وتعالى نرجع تانى ولو سمحت equal و search و find text am دور عليه فين دور عليه يا اما في ال full name يا اما في ال address على حسب الاختيار اللي هنعمله لك من هنا وتعالى نقفل القوس بتاع search وندوس enter ونشوف ايه اللي حيحصل جابلك list عبارة عن يا اما رقم يا اما كلمة value يا اما رقم يا اما error الرقم ده مرة اثنين مرة واحد مرة اثناشر او بيديك value value دي او ال error ده معناها انه ملقاش خالص في search دي لما يجيب لك ال error معناها انه ملقاش خالص text حق عايزه لما يجيب لك رقم معناه شافه فين يعني بدءا من انه position جوه النص اللي هو بيدور فيه فمثلا انا بندور على am جوه كلمة كامل اهو بص ادي هنا هو كامل am موجودة بعد الك فهي من اول position رقم اثنين a و m نفس الكلام عندك مثلا هنا هو سامر برضو نفس الكلام position رقم اثنين هنا عمر am موجودة في الاول فكتب لك واحد لكن انا ما اهمنيش لقاها فين انا اهمني او لقاها وخلاص فعايز حاجة تفهمني اذا كان لقاها او لا فحاجة تميز error عن الرقم ففي معادلة ظريفة جدا اسمها is number فحروح على formula bar وقبل معادلة search هكتب كلمة is وبعدين n وبعدين u هجيب لي is number هدوس على tab مش محتاجة اي حاجة تانية وحقفر القوس من الناحية التانية ودوس enter زي ما انت شايف تحولت الى true او false لو لاقا ال a وال m هيديني true لو ملقاهاش هكتب لي false لقاها تاني هكتب لي true وهكذا وهكذا وطالما عندي listة من true وال false اقدر احطها جوه معادلة filter تعرفتك مع بعض تاني معادة filter بيكون مكتوب جواها ايه مطلوب فيها ايه بالزبط اول حاجة مطلوبة ال array اللي هو ال table اللي اسمه مصطف تاني حاجة include وده الشرط او الخاصية اللي بدور بيها وبعد كده if empty ودي option وهنا قلنانا no found فانا وروحت على include دي وشلت ده كله وحطيت مكانه المعادلة اللي احنا عملناها بتاعت search هيديني النتيجة انا عايزها بالزبط تعالي هلو ننفذ الكلام ده هروح على is number دي بالكامل من اول is number غاية الاخر اللي جواها search وجواها indirect وقل له control c وروح على المعادلة بتاعتي اللي موجودة في ال column j وروح على filter واختار include وعمل control v عشان احط مكانها الشرط الجديد ودوس enter تعالي نشوف بقى اي حد عنده ايه ام في اسمه على طول جاله الكلام ده طب تعالي نحاول نضايق ال search شوية خليها عمر فجاب لي عمر موجودة على اليمين اهو اربعة records اتنين اسمهم الاول عمر واثنين اسمهم التاني عمر مفيش مشكلة في الاول او في الاخر طالما قلت له انا عايزه يحتوي على تعالي نغير على ال address طبعا مفيش ادرس اسمه عمر لكن دور دلوقتي على الدقي من غير ما تحط اسم المحافظة جابها لك مفيش مشكلة دور على جيزة من غير ما تكتب اسم الحي ودوس enter جاب لك كل الناس اللي سكنة في محافظة الجيزة رغم من الجيزة موجودة في جزء بس من ال cell وهكذا الموضوع شغال معك بشكل كويس ادي المعادلة التانية خلصت هروح نفس الكلام اعمل copy ctrl c واجي عند المعادلة التانية ctrl v خليها مركونة هنا دلوقتي هنحتاجها تاني بعد شوية لما نخلص اخر حاجة حاجة الاخيرة تعال ننقل بقى نرجع تاني على full name وتعالى ننقل على اخر حاجة start with وعايز برده المرة دي start with برده حد اسمه عمر ونشوف هيجيبلي بدل ما هيجيبلي الاربع اسامي المفهود يجيبلي اول اسمين بس ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي طب تعالى نروح على معادلة search وays number والكلام ده كله لما كون بقول له انا عايز الناس اللي تبدأ باسمه عمر فحقول له سمح دورلي على التهات حروف بتوع عمر فاول التهات حروف من الكلمة لو لها متطبقين يبقى تمام طب عشان اجيب اول تهات حروف من الشمال بستخدم معادلة اسمها معادلة lift الناس كلها عارفها هحط فين lift اكيد جوا معادلة search فانا هنا باجي عند السرش هيقول لي find text ادي تهات حروف بتوعي عمره موجودين في H9 مفيش مشكلة وبعدين within text indirect لا قابل indirect على طول هقول له لو سمحت lift فحقول لو سمحت عايز الجزء اللي من الشمال اللي موجود جوا الكلام اللي حدده لك عن طريق اختياري من H6 لو سمحت عايزك تجيب لي اول ثلاث حروف منه فاول حاجة مطلوبة في lift هي text اهو اللي هو معادلة indirect بالكامل بعد كده number of characters لو عملت ساهم واحد يمين وبعد كده comma number of characters عايزه يدور في اول كام حرف في اول ثلاث حروف واقفل القوس بتاع معادلة lift ودوس على enter تعال نشوف دلوقتي هو عمل ايه ادي عمر اول true لقاها فعلا عند الاسم اللي اسمه عمر ولو نزلت تحت true التاني عند الاسم اللي بادئ بعمر برضو ومفيش اي true تاني لقاها خالص معنا كده وفعلا دور في اول ثلاث حروف المشكلة هتواجهني امتى لو قلت له بقى انا عايز احمد A H M E وقلت له enter هيديني ايه؟ هيديني تقريبا كله false ليه؟ لاني بقول له لو سمحت دور على اربع حروف جوة ثلاث حروف انا هنا بقول له مديده اربع حروف بس هو في البحث بتاعه بقول له لو سمحت شوف لي lift بس اول ثلاث حروف فطبعا دايما هيديني false فهي ازي اتغلب على المشكلة دي انا عايز اللي بيعمل ادخال يدخل حرف يدخل حرفين اربع حروف مفيش اي مشكلة خالص يبقى انا عدد الحروف اللي على الشمال اللي انا بقول له جوه معدة lift ادي تاكست اهو ماينفعش اكتبه بأداية محتاج يكون حاجة dynamic حاجة تعديلي عدد الحروف اللي موجودة هو cell H9 وبناء عليه يحدد هو هيعمل مقارنة ما بين الكلمة اللي موجودة هنا وكام حرف من شمال الكلمة اللي موجودة في الفيلد بتاع الادرس او الفيلد بتاع النام طب اذا اعمل كده ازاي؟ في معادلة زريفة اسمها معادة lin ودي بتاديلي عدد الحروف اللي موجودة جوه نص معين فلو كتبت كلمة lin هيطلب بينك حاجة واحدة بس هو text المرة دي هيكون برضو التاكست الموجود في H9 وقف المعادلة معنى كده بقول له لو سمحت عديلي كام حرف موجود في H9 وبناء عليه حدد لي او طلع لي من الشمال الفول name مثلا او الادرس حسب اختياري هنا طلع لي الاربع حروف او تات حروف او تيفر كام حرف انا مختاره هنا او واعمل مقارنة بينهم لما يحصل بينهم تطابق الديني true لما يحصل بينهم عدم تطابق الديني false لاني مستخدم طبعا معادلة S number حدوس على enter في الحالة دي A H M E تعالى نشوف اول true جت لنا فين جت لنا هنا هو فعلا واحد اسمه احمد انزل تحت شوي اعتقد فيه true تانية فعلا فيه true تانية برضو واحد اسمه احمد يبقى كده الموضوع شغال معي بشكل كويس قوي هنا عندي true false يبقى لو خدت ده copy بالكامل ctrl c وروحت على معدد filter ودخلت جوة formula bar وقلت له فين include وعملت backspace عشان امسح المكتوب و control v عشان احط الكنديشن الجديد ودوس على enter تعالى بقى بص كده شغالة معاك ازاي طب ايه بس جاب لي كون ناس بيبدأوا بايه عادل وعمر وعالي وكل الناس بتبدأ بايه نفيش مشكلة خالص تعالى نجرب عمر AMR جاب لي بس اول اسمين قبل جاكة بتجيب لي اربع اسامي فمعنى كده انه فعلا بيعمل search على اول ثلاث حروف او اربع حروف حسب الكلمة اللي دخل معنا بالطريقة اللي موجودة هنا يبقى دي المعادلة الثالثة مظبوطة وبردو نفس الكلام ctrl c وحطاها هنا في السطر الثالث علشان هحتاجها مرة اخرى طيب عشان اعمل اختيار ما بين الثلاث معادلات دول على حسب اختياري اللي موجود هنا يعني عايز لما غير drop down يروح يشتغل على معادلة من الثلاثة دول هستخدم معادلة ظريفة قوي اسمها معادلة choose خد بالك انا عندي هنا على يمين لما بعمل الاختيار بيطلعي رقم وانا بالزبط هستخدم الرقم ده في معادلة choose لو قلت له equal وكتبت له كلمة choose هلاقي معادلة اسمها choose بيطلب مني index number هتديره الindex number اللي خارج من هنا وبعد كده بيقول لي value 1 و value 2 و value 3 وهكذا خد بالك هنا هيطلع يامة واحد يامة اثنين يامة ثلاثة وبناء على واحد اثنين و ثلاثة هيحد اذا كان هيختار value 1 او value 2 او value 3 فلو عملت كده comma وروح اخترت مثلا F1 هي F number 1 او formula number 1 هو ال input الاولاني وبعد كده comma اخترت F number 2 وبعد كده comma F number 3 وبعد كده قفلت القوس ودوست enter انا مختار هنا start with هي ثالث واحدة في الليستة لما بختارها بيطلع هنا رقم 3 وبالتالي بيكتب لي هنا F3 لو غيرت الاختيار true exact هنا هيديني واحد وهيدجع يختار F1 يبقى انا ممكن عن طريق معادلة choose وبدل ما اضع J1 J2 J3 اضع المعادلات دي بالكامل هيقدر يختار انهي معادلة بناء على اختيار دي تعالى نمسح المعادلة دي بالكامل ونبدأ نكتب مع بعض معادلة choose قبل ما اكتب choose اختار اول معادلة control C وبعدين ابدأ اكتب equals choose CHO وبعدين tab index number نفس الكلام هنختار S6 وبعد كده كاما وحطره اول معادلة لو انا عايز اقول له بعد كده ما تعملش حاجة ممكن مثلا اعمل double code فاضي وبعد كده كاما ودابل كود فاضي مرة كمان وبعدين اقفل وادوس enter copy المعادلة التانية control C نرجع لفهم الابوار عشان نعمل edit ونتاعة نختار من معادلة choose عايز value 1 خلاص فيها المعادلة كاملة value 2 اللي فيها double code الفاضيين هنعمل paste للمعادلة التانية فvalue 2 بقى فيها معادلة filter التانية وندوس enter وبعد نروح نجيب معادلة filter التالتة control C ونرجع تاني على معادلة choose ونختار value 3 هتلاقيه اختار لي double code control V عشان اعمل paste لفلتر التالتة وبعد كده ادوس enter كده الثلاث معادلات دخلوا مع بعض تعالى نجرب بقى كده مع بعض لو قلت له start with عمر جاب لي عمر اسمين اسمهم first name عمر لو قلت له contains جاب لي الاربع اسامي اللي فيهم عمر لو قلت له exact هينديه not found تعالى بقى نجرب كده نكتب عمر راغب وenter جاب لك الاسم بشكل مظبوط اقلب على الادرس مفيش مشكلة اول حاجة exact قلنا اتدقي باش جيزة هيجيب لك الاسم تمام شيل الجيزة وتعالى ندور على contains نقلبها contains هيجيبها لك بشكل كويس مفيش اي مشكلة خالص يبقى search engine بتاعك شغال بشكل هايل باستخدام معادة filter طبعا هنا data base صغيرة اربعين اسم ولا خمسين اسم طبعا عندك حاجة كبيرة الاف الاسامي search عندك اكتر من طريقة تدور بالعنوان تدور ب ال full name تدور ب اي خاصة من الخصائص دول اعتقد قوية جدا رأيي ان معادة filter من اهم المعادلات اللي موجودة في الاكسل الجديد وفي الحاجات الجديدة في الاكسل محتاج جدا تتعلمها محتاج تتقنها ده كان كل حاجة عن الفيديو بتاع النهاردة شكرا جدا لوقتك ما تنسيش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وتسيب لي تعليق وشوفك في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته